النجم البرازيلي مواجهة رونالدو ونيمار ويريدها رونالدو قراتل سيكون طيفها حاضرا في سانتياجو مواجهة رونالدو ونيمار ليست ولدة اليوم بدايتها كانت في 2014 التفوق كان دائما يكتب بحروف برتغالية في أول موسم رونالدو وصل للهدف الحادي والخمسين ونيمار لم يتعدى الخمسة عشر كانت البداية للبرازيلي لاكتشاف خافيا الليجا أما البرتغالي فكان ملكا باسطا سيطرته موسم خرج فيه نايمار بلا ألقاب وظفر فيه رونالدو بكاس الملك وبذات الأذنين في موسم 2015 نايمار موسم 2016 حافظ فيه رونالدو على تفوقه انخفضت الأرقام لللاعبين لكن لم تتغير موازين القوى نايمار نال الليجا والسوبر وكاس الملك ورونالدو أحكم قبضته على دات الأذنين وزادها التاج الأوروبي موسم 2017 تواصلت السيطرة رونالدو يتفوق على نايمار بفارق 22 هدفا في هذا الموسم كانت الليجا من نصيب الضون وزيّنها بتاج دور الأبطال ونايمار اكتفى بكاس الملك هذا الموسم انتفض البرازيلي لكن بقميص البياس جي نايمار وصل لهدفه 27 ورونالدو وقع 23 هدفا التفوق لأول مرة لنايمار الوفيد الجديد لعاصمة النور أبدع في أول موسم له بقميص باريسان جيرما إبداع يريده نايمار أن يتواصل في مسرح السانتياغو وبارك دي برانس يريد أن تزين خزائن البياس جي بهذه المستعصية حتى يفك نحس المستعصية الدهبية التي ينوي الضون الانفراد برقمها هل نحن أمام حقبة